صخب تقلبات سعر صرف الدينار العراقي الشغل الشاغل للمواطن البسيط الأسواق التي اهتزت بين انخفاض وارتفاع باتت رهينة الدولار أحزاب سياسية وجهت أصابع الاتهام لما يجري في تذبذب سعر الصرف إلى أمريكا أصابع الاتهام لم تنجح بإيجاد دليل على حقيقة ضلوع واشنطن في ضرب العملة العراقية بعد أن فقدت نحو 10% من قيمتها مؤخرا خبراء المال رجحوا سبب تقلبات أسعار الصرف لامتثال العراق الإجراءات دولية على التحويلات المالية التراجع الذي لم يوضع في خانة خطورته أثار قلق عراقيين بعد ارتفاع أسعار الغاز والحنطة على سبيل المثال قيود خارجية تحدث عنها أهل الاختصاص الاقتصادي تعود إلى امتثال العراقي لنظمة مصرفية دولية كبعض معايير نظام سويفت بغية الالتزام بأحكام مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات المرتبطة بإيران والروسيا وربما بوجهة نظر مصرفية صرفة أن العديد من المصارف لم تعتد نظاما عالي الشفافية ما ينبغي عليها تسجيل تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية تدقق الطلبات وفق الاحتياطي الفدرالي خطوات جاءت على خلفية الشكوك المتعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ التي يجري تحويلها مجلس الوزراء من جهته ألزم الجهات الحكومية ببيع السلع داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي لتفادي اللعب بقيمته وبلغة مسؤولين فإن حالة تذبذب مؤقتة لن تدوم طويلا فيما رجح نشطون أنها ترتبط بفرض أهداف سياسية لجهات خارجية أما المختصون من أهل المال فقد ثمنوا خطوات الفدرالي الأمريكي على اعتبار وجهة نظر تؤيد قطع الإمداد لتهريب الدولار إلى إيران أو ميليشيات موالية وهو ما يضع العراق في طريق صحيحة بعيدا عن أن يكون له يد في دعم السلاح المنفلت داخل وخارج البلاد اشتركوا في القناة